لا أقول ربما من دون شك ستقدم له دعوة وسيحضر للمنتخب وسيخرج من الباب الواسع هذا أقل شيء يمكن تقديمه للهدف التاريخي للمنتخب الوطني نحن مثلا كانت حالة خاصة عطال اللي كانت عنده محاكمة في فرنسا وكان مر بظروف صعبة لا تخليني شيء كبير فلا كولومبي لا تخليني شيء كبير مثل إضافة بشيء فلا كولومبي خامس يديرون له حالة والله العظيم صح سيفري وشان يقول كم حالة هني جايك لعبين آخرين أيضا في منتخبات أخرى قلت لك حتى يفهمنا الجمهور في كل دول العالم في كل المنتخبات العالمية استدعاء اللاعبين يخضع لشروط ومعايير يمكن أن تزيد هنا وتنقص هنا ولكن تقريبا الأفضل في تلك الفترة هو الذي يلعب في المنتخب لكن هناك حالات خاصة نتحدث عن المنتخب الجزائري عطال كان حالة خاصة اللاعب كان مصاب كان مر بظروف نفسية صعبة أثناء المحاكمة المدرب فضل أن يستدعيه ويمنحه خمس دقائق أو عشر دقائق لي يلعب فيها كان هناك فئة من الإعلاميين عارضوا وكان فئة من الإعلاميين سندوا رياض محرز يقول لك لو كان حاكمه بمستواه الحالي لن يستدعي للمنتخب لكن فئة أخرى من إعلاميين ومختصين يقولوا لا رياض محرز حتى في أسوأ حالته لازم تستدعيه لأنه هو قائد المنتخب هو روح المنتخب هو أفضل لعب في المنتخب ووحد من أفضل لعبين في تاريخ المنتخب تعمل له حالة خاصة أمير قلت لك كيين الحالات الخاصة هذه موجودة ليس في المنتخب الجزائري فقط وإنما موجودة في كل منتخبات العالم حتى نطوي الصفحة ونمر إلى بشير من لومة أنت تتكلم من؟ تقول بلي العكاية المعايير باش كما نقولون أن تدبوا لعبين وانا اجتدعت على لعبين ومن جهة تقول لي حالة خاصة من أحسن لعبين رياض محرز أكتو يال مو إحنا الشعب الجزائري قاعد يشوف أكتو يال مو محرز ما روش مليح تكون قلت لك أفضل لعبين قلت لك أفضل قلت لك رياض محرز مستواه الحالي يقول بأنه لا يستدعى يعني مراش في مستواه ولكن البعض الآخر يقول أنه حتى رياض محرز حتى في أسوأ حالاته تستدعيه لأنه قاعد المنتخب واحد من أفضل لعبين في تاريخ الكرة الجزائرية ما لازم تخليه في الهامش يمكن له مساعدة الشباب يمكن له مساعدة المدرب بهذا النظر ينظروا للكرة القادمة ويقول لك لازم تعمله استثناء لكن هذا الاستثناء ما تخبرش تعملوا لحداش اللعب تعملوا ممكن لعب أو لاعبين وعطيتك حالة عطال هذه تبقى عراء آمين ولكن في نهاية المطاف من يقرر؟ المدرب المدرب هو المسؤول عن نتائج إذا يحب يجيب حداش اللعب بالعكازات هو المسؤول الأول عن قراره هو الذي سيتحمل مسؤولية النتائج نعود إلى بشير بن لومي مع أمين بن شابير أعطينا تمريرة بن لومي هذا اللعب الفنان يواصل عروضه القوية في دورة شامبيونشيب الإنجليزي دورة درجة الأولى أمين لكن من دون استدعاء للمنتخب لحد الآن إن شاء الله يكون حاضر في التربص المقبل أنا صراحة لو نلقى حاج موسى في التربص المقبل وما نلقاش هو أنا أول واحد رح ينتقد للخيار هذا لأني صراحة ما ما فهمتوش وما نقدرش نفهمه مستحيل تقنعني في التربص المقبل تقول لي بلي حاج موسى يستهل الاستدعاء وباللومي لا لا أتمنى أنه يكون موجود لأنه إذا ما عطينا له شال الفرصة الآن وهو فلالونسي كما نقوله أروي أروي يتطور لازم الآن لنطوله الفرصة ونبينوله بلي رأوا مهم في المنتخب الوطني الجزائري بش يزيد يكون عنده إسرار أكتر ويعمل أكتر يضاعف العمل تاعه مع المنتخب تاعه لأنه صراحة الراوحة من أحسن الأجنحة الجزائرية في الوقت الحالي ومن حقه أنه يحصل على فرصة فرصة وأيضا يلعب لأنه عندنا مبارتين بطابع ودي رسميتين بصابة طابع ودي لازم نلعبوه نشوفوه للإنسان أس كي يقدر يجيبنا في المنتخب أوكي ميدو لو طلبت منك ترتبلي لعبين على الجهة اليمنى واحدين ثلاثة أربعة الآن نعم نعم باللومي تتخبوا عني محرز وحج موسى ثم حج موسى بالق ولا لعب آخر يعني تلاتة الأولانيين شكلاق أنا باللومي صراحة أنا أتحدث على شي باللومي نعم ما مو يكون في طارب وصل الماضي كان يكون في القائم أفضل اللعب في الفارق في شهر سبتمبر بالإستات دياولو رح شوف باللومي كيد دخل زعما الوايس كوت والإنستات ولا تدخل وهذا ما اللي يخدمون بهم المدربين رح شوف تاني هاد العفايس لازم أبليكاسون غاتويت اللي تشوف فيهم الإستات شوف باللومي شوف أس كو عندو تقييم أورانج مون دو ست قال سيس مكاشر ست دو ست آن ناف ويت ست 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 لعب كما هدا نجيبو هدا الاختراف ما نجيبو شوف يديكم حسابة ضيق مع اللعب أنا هكذا نفهم واحد ما هيقدر يقل نعني باللي مشي حساب ضيق مع اللعب جوار شهرين متتاليين تربوسين متتاليين مبعد وهو فلافور هناك ربما أشياء مخفية لا يعلموها إلى الله ولا يعلموها إلى من يسيرون المنتخب الوطني ست فاصي نبا كونفوكي باشير بلومي سي نان تخو نعم ومحمد باشير بلومي أكثر لاعب يستحق الاستدعاء فهو تتربوس لجوة اللي بلوس انفورم هو وباشير بلومي ضمن التشكيلة المثالية لجولة 13 من منافسات الشمبيونتشيب الإنجليزي حسب موقع هوسك فورم نعم هو لعب في هذه المقابلات الأخيرة هو يتقلق هو يتقلق لونك هو لعب شاب لعب يلاع في بطولة محترمة وبطولة قوية شمبيونشيب اللي الكل يعرفها لونك اللعب هذا يستحق الدعوة تاوه ولازم كما يقول تونتوما المقابلات الجايين ما عندهم مش أهمية كبيرة كما يقولون الحق الوقت باش نعطوا فرصة لهذه اللاعبين نشوفوا المرضى ديالهم في المنتخب الوطني بس كون منتخب وفارق ماشي كيف كيف يقدر بالك يتقلق في الفارق دياله يجي المنتخب يجوز آكوتي ماذا بنا نشوفوا هذا اللاعبين سلتوف هذه المقابلات لم جاين نعم حماد عبداللي ضمن التشكيل المثالية الجولة العشرة في الدولة الفرنسية ميدو درجة تانية نعم لا درجة أولى عبداللي درجة عورجي عورجي نعم وربحوا واحد سفر وهو ثالث حسب صحيفة ليكيب هو أحسن ثالث أحسن لعب مراويق في البطولة الفرنسية منذ بداية الموسيقى لعب وسط ميدان دفاعي وما زالوا سياد وقوي جدا هذا تان هذا يستحب لعب ماذا بكي ينزر روقي في المنتخب أنا شوف أنه هذا تان يستحب يلعب وسط ميدان هجومي يلعب تان دفاعي يلعب وسط ميدان هجومي ماشي وسط ميدان دفاعي كانوا تجابوه أمن في تربة وسط سريع نعم نعم بالماضي يلعب بسرعة من بعد ما ما زلناش فينا لعب واقع المراتين إلى ثلاث مرات وما زلناش فينا اليوم يستحق الدعوة يستحق هذا ممونا هضروع لينتكلم وما نديره في البلاطون أنا تحدث نتكلمه محمد اليوم نشط في بطولة محترمة بطولة فرنسية يلعب في فارق سيفريم ماشي فارق كبير نحن نحوسه على اللوريت متعجوه نحوسه على المقابلات ونحوسه على الرنضمو دياله اليوم أنا قلت لك أعطيت لك إحسائيات هو لاعب محترم لاعب يقدر يمد إضافة للمتاخب الوطني هدايا نقدر نستدعيه ميدو لعب اللغز لعب اللغز نجيبوا لعبين باش نديروا لقولون وما نجيبوش لعبين يستهلكون في القائمة مهنا لغز كبير صراحة أنا شكفه كل معايير هاد وما ماشي لوجيك رأيك محترم نعم لذلك لعب مثل هذا من الأفضل أنه على هنا نقوله بلمبارتين وديتين تجريبيتين تقريبا هما بطابع رسمي يعني نحي لعبو رسم ومبهدو مبارتين رسمياتين ومحتكي محمد عبداللي بوكواش ليسيبانا من جيبوش نشوفو دوطن ك بوداوي دوطن ك بوداوي راهم بليسي أولا دوطن ك زروقي اللي لعب موراهم ندون با ساتيسفاكشون موشي لعب قاف نادي موشي لعب مباراة لعب مبارتين ملعبش كام 60 دقيقة خرج الفريق وسجل نا في وقت أنه فيه لعبين ربما آخرين يستحقوا الدعوة نا فوغير لزيوف لازم شون دفزيون يكون كبير ما نحشروش غير في حوسبورك جيب هادا سبعتا سنو وهادا ستا سنو لازم يجي المنتخب الوطني سينو يديوه دنمارك سينو يديوه لوتريش سينو يديوه سومال سينو يديوه بلده دخران نا فوغير لديك أكتو ينمو بسكو نحن نحن نطلع منتخب الوطني للاستحقاقات القادمة أول استحقاق قادم حقيقي ما هو دورة مغلاقة كاسمهم من فريقيا يعني لازم نحضرهم من دخل ندو أفضل لعبين تحضيرا لكاسمهم من فريقيا نعم مشيكي لحكاسم من فريقيا ونشون بولاليست ميشيل فايزر يخرج بالبطاقة الحمراء في مباراة فريقه اشتركوا في القناة